السلام عليكم ورحمة الله رب تكونوا جميعا بخير وعافية أسهل طريقة لعمل الحنة هنصفي الحنة كويس جدا بعدها هناخد 3 ا 4 ملاعق مياه الكركديه هنغليهم في النار مع كوبية من الماء لازم يغلوا كويس جدا لحد ما تأكد انه اللون يتغير تماما زي ما ظهر عندكم هنا في الشاشة بعدها هنضيف الكركديه على الحنة ونفضل نعجم فيها لحد ما نحصل على قوام يكون متماسك انا هنا حاسيت ان هي لسا متماسكت فاضيفت كما شوية من الكركديه طبعا دي اتكلم معاكم عن حنة النشادر خلاص بعد كده هنضيف يا ايما محلبية او سورتية صراحة دائما بحب استخدام السورتية بحيثة كأنه بيتشيل الحنة اكتر من المحلبية حضر عليكم ان شاء الله صور المحلبية والسورتية على الشاشة حتى انه الدولة التانية يعرفوها انا هنا فرقتها يعني في القارورة حتى انه كانت في علبة ففرقتها هنا في القارورة اضفت منها تقريبا زي 3 ملايك وزي ما ظهر عندكم هنا في الشاشة الحين بده يكون ناعمة ويعني ده القوام حقها بعد كده هنغطيها لمدة ساعتين طبعا احنا في الصيف ما محتاجين نعجينا او نخمرها الوقت طويل ده كان الفيديو ان شاء الله تكونوا استفيدتوا لا تنسوا لايك ومشاركة للفيديو وفي امال الله اشتركوا في القناة